هذا وتوالت ردود الفعل الدولي المرحبة باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية بغزة وثمن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق الذي تم بعد وساطة مشتركة بين بلاده وقطر ومصر ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الاتفاق الهدنة الإنسانية بالخطوة الحاسمة وحث كاميرون جميع الأطراف على ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل من جانبها أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن ترحيب بلادها بالهدنة مشددة علن ذلك ما دعت إليه موسكو منذ بداية الحرب بدورها قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فونديرلعين إن المفوضية ستبدل جهودها لاستخدام الهدنة المرتقب تطبيقها من أجل زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة فيما أعربت الصين عن أملها في أن يساعد الاتفاق في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات